نازحون ومرضى وضحايا يسقطون اتباعا ويغرقون في الدم كان خارج البات ورجع قذيفة عطوها بحوثة وطرحة جنبي وانشغاد فيه هكذا كان لعام 2018 أن ينتكي بسجل حافل بالانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في الجوف المحافظة التي ما زالت تصارع أدوات الانقلاب في أكثر من عشر جبكات مفتوحة على امتداد صحاريها وجبالها ليس هذا وحسب لكنه عام من القسارات والهزائم المحمولة في ظلوع المخاجرين الحاربين من الموت إلى صحاري مفتوحة للجوع والقتل والاستلات هناك مخيمات هناك في السحراء هناك حركة نسبة كثيرة من المعاقين والأمراض وقبار السن في هذه المخيمات هناك أيضا نفس في جانب الأمداد والتغذية إنسانيا ليست الجوف أحسن حالا تقول قوائم النازحين المكتبطة بأكثر من 12 ألفا و 670 أسرة بواقع نحو 80 ألف نسمة في مركز المحافظة إلا أن معظم هذه الأسر تعاني من نقص الغذاء والصحة والتعليم رغم جهود السلطة المحلية ومساعيها للتخفيف من ذلك وتحركاتها الحتيثة لتحقيق ما حرمت منه الجوف طيلة عقودها الماضية والتي خلصت إلى إنجاز عدد من المشاريع أبرزها كلية التربية والعلوم الإنسانية وتوسعة المستشفى الحكومي بالجوف وتخطيط وتعبيد عدد من شوارع مدينة الحزم عاصمة المحافظة في 2018 هناك تحولات حقيقية في هذه المحافظة وجود كلية التربية والعلوم التطبيقية في المحافظة تحول في مستشفى الجوف العام وجود كادر متكامل وأجهزة متكاملة تخطيط وشق للشوارع عام يمر وعام يجي وبينكما تكبر أمل وتطلعات المواطنة في الجوف ليس فقط أحلامكم في تحقيق مزيد من المشاريع الخدمية والتنموية على حد سوى لكن حاجتكم أيضا للخلاص من الميليشيا والخروج من دوائر الصراع والاقتتال وتحقيق الاستقرار للمحافظة مثلت الجوف وجهة للنازحين من مختلف محافظات البلاد ما جعلها في مواجهة مباشرة مع أدوات الانقلاب وانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين علاوة عن التحديات الكبيرة على المستويين الإنساني والعسكري والتي حالت دون تحقق التنمية المرجوة خلال عام 2018 فهل تنجح الجوف في التقاط فرص التحولات خلال الفترة القادمة أم أنها ستبقى كما هي عليه اليوم وتتعثر طموحات أبنائها من جديد على الجراد قناة بلقيس الجوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر